طيب نتكلم دواتي عن دور طائفة البهرة في ترميم المساجد وإحنا شفنا اهتمامهم واليوم دور خلال الفترة اللي فاتت حتى أنه رئيس هذه الطائفة كان موجود مبارح سلطان مفضل مع رئيس عفلت حسيسي أثناء افتتاح مسجد سيدة نفيساء عايزين نعرف دورهم خلال الفترة اللي فاتت في ترميم وتطوير هذه المساجد التاريخية السؤال مهم جدا وده يمكن بيدينا لمحة دقيقة جدا كون أن طائفة البهرة هي بتشارك في تنمية وفي بناء وفي عمارة المساجد بس ده بيدي بعد تاني يعني بيدي البعد أن مصر آمنة بيدي البعد أن مصر مستقرة لأنهما لما يشوفوش أنه فيه أمن وفيه أمان وفيه استقرار في الدولة المصرية ما كانوش أنهما يعني عملوا هذا الأمر وأنهما كانوا محبوش كان ممكن يروحوا أي مكان تاني لكن لما لقوا الأمن والاستقرار وأنهما عايشين وسط أهليهم فده أدى انطباع لديهم أن المصريين أصلا يعني الناس بطبيعتهم مضيفين وأنهما بيحبوا يعني أي حد بيجي عندهم وبيستضفوا وبيعملوا كأنه واحد منهم فده كانت ده عامل كبير جدا أنهما يبدأوا في تطوير مساجد أهل البيت يمكن هما كانوا مع مسجد مولانا الإمام الحسين يمكن كان فيه مسجد ستينة سيدة زينب ستينة سيدة نفيسة وفي مساجد أخرى برضو فيه قعد بيانات موجودة بيتم العمل عليها بتبقى فيه أولويات للمساجد الكبرى والمساجد اللي لها حس تليخي وليها اهتمام كبير من المصريين